تحية لأستاذ من الفنان الكبير علي ابراهيم اللحو ومتع الله بالصحة والعافية في اولى فقراتنا اليوم نتحدث عن التقطيط الاستراتيجي وما ادراك من التقطيط الاستراتيجي وازعت دمائتي بالدكتور عاجب الطيب عاجب ان هو يعمل مدرب تنمية بشرية الحديث عن الاستراتيجية والتقطيط وعدد من المواضيع مرحباك وسعيد بقية السعادة دكتور عاجب دكتور خيرك عن زيارتك لنا الله يباركيك ومرحباكيك وانا برضو سعيد اني اكون ضيف في اولى فقراتكم في برنامج الصحة والاسرة والمجتمع ان شاء الله نكون ضيوف خفيفية الظل عليكم وقول للمشاهد الكريم صباح الصحة صباح الاسرة صباح المجتمع النقية المعافية ان شاء الله الله يخليك نحي كل المشاهدين اللي يتعبون اليوم خلال برنامج الصحة والاسرة والمجتمع يا ريت يا دكتور عاجب لو حدستنا عن مفهوم التقطيط الاستراتيجي الشخصي وتحقيق الهداف وتنفيذه ومتابعته في البداية انا دائرة احب اعمل مقدمة بسيطة فالتقطيط الاستراتيجي الشخصي كل المجتمع وعندنا في السودان شاعبي مفهوم التقطيط دايما بيقولوا التقطيط دايما هو زول بخط الدمعنات عنده شركة عنده مؤسسة عنده قناة دايما يخطط لبرامج تدريبية كلمة كبيرة طبعا كلمة كبيرة كلمة التقطيط فنحن هناخد جزئية معينة نتكلم عن التقطيط الاستراتيجي الشخصي بمعنى ان التقطيط الاستراتيجي الشخص هذا اي شخص لازم يكون عنده خطة استراتيجية شخصية وتكون مكتوبة اهم في الموضوع ان الخطة موشى الواحد يقول انا عاوز اعمل خطة استراتيجية في الرأس لكن اهم شيء ان الخطة دي انك تكتوبها فمفهوم التقطيط والمفهوم البسيط انه هو التنبؤ بالمستقبل انك تتنبأ بالمستقبل وما سيقول لجي هذا المستقبل اي انسان بتتطلع الى مستقبل مشرق في حياته عنده اهداف دائري حقيقة فاذا جينا انحن الان بننظر للا دايما الانسان السوداني البسيط دايما بتأثر بالماضي دايما بتأثر بالماضي والله يا اخي انحنا زمان بتلقى دايما انحنا بزات في الرياضة نغم السابتة انحنا والله زمان جيبنا كاساسي وزمان جكسة وعليق يا قريب انحنا زمان وانحنا صلنا جنا في افريقيا وفي اسيا فالمسألة هي دائرة تخطيط تخطيط شامل فاي شخص اشان يحقك اهدافه لازم يراجع نفسه في التخطيط ما يرجع عليه وراء ما يرجع عليه وراء ما زي ما قلت لك انحنا دائما بنحن لي وراء فانت حاول ادي الماضي اذا انت قسمت حياتك دي كلها قسمت اديت وزن مية درجة مية درجة فحاول دار تقسم الحياة دي ما انحنا عندنا ماضي وحاضر ومستقبل فحاول الماضي ادي 30% او 20% المستقبل اديو الحاضر اديو 30% اما الحاضر اديو 30% اما المستقبل فهو دائما الجانب المشرق بيكون في حياتك فتفائلوا خيرا تجدوه ونأكله فترة طبعا زمانة وجيلة وحاجاتك فعشان كده انت حاول الزمن المتبقي لك في حياتك لكن الزمن الجميل يا دكتور عاجب ما بتنسي والله الزمن الجميل ما بتنسي لكن الحياة ما بتقيف طبعا الحياة ما بتقيف طيب اتفضل واصل فزي ما انا قلت لك انه اي شخص الان بتلقاه بيجي بنده بحظه على انه عنده مشروع ما نفزه عنده مشروع اقول لك والله يا اخي انا المشروع ده وصلت ليها مثلا فات طلب قرد من البنك عشان ينفيذ بيه مشروع صغير هو بتلقاه وخريك البنك لظرف ما في الاجراءات هو طالب الخدمة ذاته يدخر في اجراءات اقول لك والله يا اخي سوري انت اتخرتها وانحنا بنحتذر لك بتلقاه وينضب في حظه انحنا ما دارين العسارات انها تقف ليك عائق في تحقيق مشاريعك وبتلقى احيانا الواحد طالع من بيته الصباح ما اعرف نفسه وماشي من وين بدون هوية ذاته بدون تخطيط الان الشباب بتلقاه الواحد الصباح يستحمى وليبس وعمل مستلزماته في البيت وطلع فتح باب الشارع وطالع ما اعرف نفسه ماشي على وين يجي واحد يجيو استاذ عبدالباقي اخي انا ماشي غنات الرحمة عندي برنامج طوال يمشي معك لانه ما عنده هدف ما عنده برنامج اذا كان عنده هدف مكتوب الهدف ذاته عاوز يحققه بمحدد هدف زمن تغطيط اليومي Voyit التغطيط الا السراتيجي لما تكون عندك تغطيط استراتيجي شخصي اكيد لانهوه مربوط بعزمن مربوط باليوم بالاسبوع بالساعة بالدقيقة بالثانية بالسنة بالشهر فانت بكون حياتك فيه اتزان لكن إنسان بلا تغطيط بلا هدف مشكلة تغطيط انسان بلا هدف صحيح فنحن نحاول نذكر دايما بأنه أي إنسان أي إنسان يعني من تخشية الثانوي بقيت واعي لازم يكون بالذات المرحلة بتحت الثانوي دي عشان أنت لما انتصل للجامعة ذاتة تكون عارف أنك تم حديد هدفك الآن بتلقى الواحد هو ماشي بدون تخطيط بدون رغبة برات برضو ونحن يعني بنعاني بطبيعة الأسر السودانية بتلقى الأسرة رب الأسرة الوالد أو الوالدة ربنا يمتعهم بالصحة والعافية ويمتع أمهاتنا وابانا ويطيل عمارهم إن شاء الله نترحم على الروح ونترحم على الروحاتنا برضو وابانا اللي فقدناهم طيب ده بالنسبة للتخطيط الإستراتي وكيفية الإنسان اللي بيكون عنده هدف معين والبيكون عنده هوية اللي حمشى عليها في حياته نتمنى إنه الشباب يكون عنده خطة زي ما قلتها مش خطة في الرأس يعني خطة مكتوبة ومخططة بشكل جاد ومبطوطة بشكل سابت لذلك يمش على طيب حد سعنا التشخيص 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 نقطة مهمة جدا جدا في حياتنا الآن أي إنسان في حياته إذا حس بحمى أو صدع يمشي للطبيب أول ما مش للطبيب قابل الطبيب طوالي بيكتب له ويحوله المعمل للتشخيص فأحيانا في حياتنا الطبيعية في أعمالنا بيتواجهنا بعض المشاكل فبالتالي لازم تحصلي عملية بتاعتينه تشخيص أنا شخص أنا موضوع وعيدة لين ما تنفس فبالتالي المشكلة في منه ما في المشروع المشكلة فيني أنا فبالتالي أنا بجي بشخص حياتي أشوف أين أنا الآن من أنا وأين أنا الآن من أنا أنا بقصد بها أنا الآن واقف فيات مرحلة وأين من أنا أنا منه بمغدراتي بمغدراتي إذا كانت مالية إذا كانت شهادات أكاديمية أين أنا الآن استفدت منها شنو والآن أنا واقف فيها موقع بشخص بعمل أناليسيس أشوف المشكلة وين أشوف بعد ما شخصت أشوف نغاطى الضحف بتحت وين ونغاطى القوة بتحت وين نغاطى بحاول بعد ذلك التشخيص أتشخص التشخيص التشخيص الصحيح وأجد الحلول بوضع معالجات لهذه المشاكل إن شاء الله التشخيص طبعا أنواع في تشخيص طبي في تشخيص حياتي في تشخيص في تعاملك حتى مع الناس وبعدين الإنسان ذاته هو عبارة عن يعني تعامل مع الاخرية لذلك أنت ذاتك بتشخيص حتى الناس اللي بتدعمل معهم أكيد وتفرق بتفرق دي عندنا في التنمية البشرية في التنمية البشرية طبعا فيها الشغل بتاع البرمجة اللي غوية العصبية دايما الشغل بتاع السايكولوجي أنت دايما الشغل اللغة الجسد هي بتوضح ليك يعني إيماءات الوجه تعبير الوجه هي دايما بتوضح ليك إنه بتشخص ليك حال تزول الواقع تفاصيل عيون تفاصيل عيون بتوريك لكن أنا دايما بركز على برجع وبقول إنه التشخيص في التخطيط الاستراتيجي الشخصي مهم جدا جدا بيوضح لينا مشاكلنا نحن دايما وضح لي مشاكل أنا المشاكل دي بحاول أضع لها الحلول وعالية وعالية دايما أنت في التحاول أحلم في حياتك أحلم ما في حلم ما في زول دايما بحلم في حياته دي وده قسيم ولا وده محكمة أحلم بأحلام كبيرة أحلم إنك أنت تكون رائد أعمال أحلم إنك أنت تكون دارتكم أغنى صاحب أكبر ثروة مالية في العالم صاحب أكبر شركات أحلم إنك أنت عاوز تكون وزير أحلم إنك أنت عاوز تكون صاحب قناة غامح صاحب إنك أنت أحلم احلم الحلم بتاعك حوله لأهداف. الحلم حوله لهدف. وهدف يكون منشوت. والهدف ذاته حوله لهدف استراتيجي. في هدف وفي هدف استراتيجي. يعني احنا عندنا اهداف الاهداف الواحد بيقول لك والله انا عندي هدف. والله انا اتمنى تتحقق كل اهداف الناس ويزول بيتمنى امي ان شاء الله تتحقق. والله ان شاء الله يا اخي. كل مدفر الراسة يزول يحاول بقدر مكان انه يحلم. احلم من حقك تحلم. احلم بأي حاجة يعني. احلم بأي حاجة ان شاء الله. ويتمنى انه يكون يعني عنده طموح وعنده حل ودرب يمش عليه وما يكون اه بدون هدف بدون دراسة بدون تشخيص وبدون تخطيط. طيب طيب دكتور عاجي بردارك بتتكلم ليه عن التهديف. التهديف. اتكلم التهديف طبعا هنا الناس طوالي بيقصدوا بيها يعني يتبادل لزهنا المشاهدة وانه انه انه التهديف دي ما نحنا بنلعب مباراة. عبارة عن قوان. عبارة عن قوان. التهديف ان احنا بنقصد به هنا في التخطيط الاستراتيجي الشخصي. التهديف هو تحقيق الاهداف. اللي هي انا بالشوية اتكلمت عنه. الهدف ان احنا هنا بنسميه التهديف انه الهدف دانا ازعى احقيقه. تزعى تحقيق هذا الهدف من خلال التطبيق الصحيح لمعايير تحقيق الاهداف. ده التهديف. ده التهديف. وله التهديف ذاته معاني كثيرة جدا. معاني كثيرة ومسميات كثيرة. فانت بعد ما حاولت تفلتر. في التهديف ذاتك انت بتعمل عملية بتاعت فلترة. زي الفلتر بتاع الموية. بحاول انا بشوف الفرص والتحديات اللي عندي شنو. بشوف الفرص. بشوف الفرص الان ممكن من خلالي. بشوف انا ما ممكن احلم لي حلم كبير جدا. وهدف كبير جدا. ما ممكن تحقيقه. انا بشوف الاهداف الممكن تحقيقها. الاهداف المتاحة. الاهداف اللي هي. انا ما ممكن انا اكون والله انا اخريك بتاع زراعة. وقول والله يا اخي انا حلمي اكون طبيب. او انا دار اشتقل الطبيب ممكن أنا بشوف حاجة أنا والله أنا تخرك كطبيب أكون والله الهدف أكون وزير صحة أكون أكبر أخصائي جراح بتاع خصائي قلب أكون أكبر جراح بتاع خصائي كيلة بكل تحقيقات ومنيات يعني طيب التنظيم والتنفيذ التنظيم التنظيم دبرها طبعا التنظيم والتنفيذ الذين بنفز يعني هي والتنظيم بتلقاه الوظيفة نمرة اثنين في وظائف الإدارة أيوة نحن الآن بنعاني بعض المشاكل الإدارة في حياتنا يعني بتلقى أنه وظائف الإدارة هي بعض العلماء بيقولوا أربعة وبعض العلماء بيقولوا خمسة لهي الأساسية التخطيط هي كم؟ هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة فأنا خططت لازم المرحلة الثانية أجي شنو؟ تنفز أيوة وهي ذات مربوطة مع بعض الوظائف ذات كلها مربوطة مع بعض أنا خططت أنا لازم بعد أن أعمل عملية بتاعت شنو؟ تنظيم أنا أجي كل هدافه وكل التشخيص اللي عملته أجي أعمل له عملية بتاعت تنظيم زي ترديب الدولاب التولاب الجايد بتلقى عندك فيه ملابس جميلة وحاجات جميلة لكن لما تجي تلقاه كده ما مرتبة المسألة بتكون معها لكن لما الجمسان مرتبة براه والبناطين مرتبة براه بصورة بسهوليك العملية بتاعت إنك تسحب القميص الدائرة تختار الحاجة الدائرة فبالتالي لما أنا أختار أهدافي أكون نظمتا باختار الأهداف اللي أنا ممكن أقدر أحققها من خلال عملية تنظيم هذه الأهداف بعملية الفرطة اللي أنا قلتها لك قبل سوية كلام جميل والله إنت عارف يا دكتور عاجب طبعا بعد التنظيم والتنفيذ هناك أيضا التغييم والمتابعة برضو أشياء مهمة جدا نعم بالتأكيد الأشياء اللي أنا ذكرتها هذه كلها النقاط اللي أنا ذكرتها تخطيط تنظيم تهديف تشخيص إذا ما كان فيه عملية بتاعت متابعة أنا بكون نسفتها كل مشاريع الأنا خطت طليها كل المشاريع الأنا خطت طليها إذا ما كان فيه متابعة وتقييم أنا ما بقدر بكون اللازم في كل مرحلة أجياء أقعد إذا كان الخطة تحت خطة خمسية اللي هي خمسة سنوات خطة استراتيجية لمدة خمسة سنوات أنا لازم كل سنة أو كل ستة أو كل ستة شهور أي أعمل عملية بتاعت تقييم وعملية بتاعت متابعة أنا عملت شنو؟ أنا حققت شنو؟ ما حققت شنو؟ هل حققت بالنسبة بالنسبة الآن دايرة؟ إذا حققت بالنسبة الآن دايرة أكون أنا حققت عملي مية المية إذا ما العمل بتاعي يتحقق بالنسبة للقصور في شنو؟ أحاول أشوف أنا أعالج القصور لكن إذا ما عملت عملية بتاعت تقييم ومتابعة بتبقى المسألة فيها نوع من الإهمال وإحنا عندنا مثل سوداني شايع يعني بقول لك يا أخي المال باحتباره وتسروه ومشاريع يعني المال التسائب بيعلم الاسترقاء أنا لما ما أتابع وما أغيم بلقى المسروعي دا كله يتسرق المسروعي تتسرق معناته انتهى صح بل المتابعة المتابعة وده بقول عليه التقييم والمتابعة هو بيحقق أهداف لقدام وزيما أنت سيب تحته بتقولي أنه يعني المتابعة هي أهم شيء هي رواحة النجاحية مشروع وأي عمل يعني الزول يعني تحاول بقدر المكان أنه بمعنى يكون عنده مشروع لا بد أن يتابعه ولا بد أن يكون هو غريب له وما يكون على البعد يكون مواصل فيه ويكون اسم البرنامج اسم جميل جدا الصحة والأسرة والمجتمع فأنا بشوف بقول لك يعني لاحظا أتكلم لك عن الأسرة الأسرة فالتخطيط من البيت من البيت أسرة بلا تخطيط أسرة بلا هدف يعني بتلقى إذا فيه رب الأسرة إذا ما كان بتابع الأسرة بتاعته بغيمة في الدراسة في المشاويرهم فيه بتلقى الأسر فيها نوع من الاجتماعات الخاصة المغلغة في البيت ذاتها تفاصيل الحي في البيت يوميا المتابعة للأبناء والبنات وحتى في الدراسة على مستوى الدراسة وإحنا عندنا صينية بتاعت القده دي ذاته اجتماع هي زمانة لا تقعد فيه المسألة بقت شوية كده للظروف و العمل جارية طوالي لكن الأم في البيت هي قايمة بدور أب الأسر يعني أيها صحيح ودوذات نوع من الإدارة والمتابعة كبير نوع من الإدارة إذا كان الأب هو المدير العام بتلقى الزوجة في البيت هي نايمة المديرة العام هي تقوم بدور الأب في آن واحد صحيح هذا كلام جميل طيب أنا هنتقل البيت من حتة ثانية بعد التقديد الاستراتيجي الشخصي وأيضاً وتحقيق الهداف وتنفيذه ومتابعته حنجي وتكلمنا عن التشخيص والتهديف والتنظيم والتنفيذ والتقييم وأيضاً نتحدثنا عن المطابعة دار جيك في الحتة بتاعة التدريس وأنت الآن تعمل الصاج جامعي عفواً بكلية الإمام الهادي بسم الإختصاط والعلوم الإدارية ياريت لو حدستني عن جامعة كلية الإمام الهادي وماذا تعمل كلية الإمام الهادي هذه الكلية العريقة الشامخة التي ولدت بأسنانها كلية عندها وضع خاص في وجداني أنا بدأت بها حياتي التعليمية الجامعية ثم بعد ذلك درست فيها ثم بعد ذلك درست فيها والحمد لله رب العالمين فكانت انطلاقة قوية وانت الآن عضو طبعاً الآن أنا عضو مجلس أمنا كلية الإمام الهادي ممثل لخريجين كلية الإمام الهادي طيب حدثنا عن الخريجين باقتصار كذا الخريجين في كلية الإمام الهادي كلية الإمام الهادي من الجامعات المستقرة استقرار أكاديم وإداري فبتعمل عمل مجلس الأمنا دائماً باتهت إنه تكون الجامعة في حالة استقرار دائم فمن المنطلق هذا يجتموا بشريحة الخريجين فهذا الاهتمام زاد لنا المسؤولية على عاتغنا فخلانينا أكون عضو مجلس أمنا في هذه وانت فقال واحد بدرست أنا بدرست في مجال الإدارة بدرست مواد الإدارة إدارة الأعمال الإدارة العامة إدارة الموارد البشرية التسويق طيب نحن على مشاعر في قد انفغرتنا يا دكتور عاجب بتنصح الجيل الجديد طالما الموضوع له علاقة بالتخطيط والاستراتيجية والله أنا أنصح الجيل الجديد بأنه لازم يفكر التفكير الصح يفكر التفكير الصح ويخطط تخطيط سليم ويخطط تخطيط سليم ما تخطيط نحن من نسكو التخطيط عامة التخطيط بتاع المؤسسات التخطيط أنا بركز على التخطيط الاستراتيجي لأنه الشخصي التخطيط الاستراتيجي الشخصي لأنه الذول الناس دي كلها عاوز تقير مفاهيم العالم دارين يغيروا مفاهيم الدول دارين يغيروا لكن ما في ذول يعني نادر ما وذول يفكر غير نفسه يعني أسأل جزء من الشباب يعني أنت صليت الصبح في جماع يعني التخطيط ذاته عنده جوانب تمانية جوانب فيه جانب الروحي فيه الجانب الشخصي فيه جانب المهارات فيه جانب الأكاديمي فيه جانب المادي فيه جانب الإنساني يعني أنا في التخطيط عندي تخشاص عندي تمانية جوانب وفيه جوانب أخرى فأفضل فكر في لحظة من اللحظات إنه يغير نفسه أنت تغير نفسك أول حاجة بعد ذلك بتقدر تغير لكن أنه طول ما إنه فينا قصور وما هنغير نفسنا ما هنقدر نغير حاجة نتمنى أن يكون معا فينا قصور ونتمنى أن أجينا الآن المشاهدين يسمع حديثك الجميلة الشيخ الطيبنا وأنا شاكل لك بالطور عاجب الطيب عاجب مدري التنمية بشرية وأيضا أستاذ جامعي بكلية الإمام الهادي كتر خيرك الله يخليك وأنا أشكر أسرة غناة نغام وأسرة إدارة البرنامج الصحة والأسرة والمجتمع وأشكر المشاهد الكريم وإن شاء الله نلتغي في حلقات قادمة شكرا لك دكتور عاجب شكرا جزيلا مشاهدك كريم لأزلنا متواصلين عبر برنامج الصحة والأسرة والمجتمع هناك فغرات أيضا مختلفة ومتنوية لكن قبل لذلك نمشي مع بعض مع المخرج أبو شاما ونستمع للفنان الغاية ملك الطنبور حمد جبارة صاحب الونية الشهيرة نذكر يكون مياهي المحد نستمع له في عمل خاص وهو تمجيد للفنان وتخليد لذكره والفنان الكبير الراحل صاحب البصمة المختلفة مصطفى السيد أحمد نسمع عمل بعنوان مصطفى والسيد أحمد كلمات الشعر الكبير السيد أحمد مصطفى السيد أحمد مصطفى السيد أحمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة